هذه أبرز العنوين المدافع المغربي نيف أكرد على أعتاب الانتقال إلى الدورية السعودية وعرض مغري لنجم النادي ويسام في هذا الصيف في خطوة مفاجئة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعلن عن برمجة مباراة ودية قوية بين المنتخب المغربي والمنتخب الإسباني في هذا المعيد ريال مضرد الإسباني يقرر تصعيد النجم المغربي يوسف الغديم إلى الفريق الرديف على خطوة شرف حكيمي بطلب من مدربه الجديد جوزيف مورينيو نالف النربخش التركي يتفاوض مع هدف المنتخب الوطني المغربي من أجل الالتحاق إلى صفوفه هذا الصيف تتجه أنظار نيف أكرد نجم نادي ويسام يونيسد الإنجليزي نحو وجهة جديدة حيث بات قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ووفقا لموقع وين وين تلقى المدافع المغربين في أكرد عرضا مغرية من أحد أندي الدوري عشان السعودي مع ترجيح أن يكون وجهته القادمة هي نادي الأهلي أشارت المصادر إلى أن النادي السعودي تقدم بعرض رسمي لإدارة نادي ويسام لضم اللعب المغربي ومن المقرر أن تجرى مفاوضات بين الجميع الأطراف خلال الأسبوع الجري لم يحصم نيف أكرد قراره النهائي بعد لكن يبقى العرض المقدم له من الدوري السعودي مغرية للغاية خاصة من الناحية المالية ويذكر أن عقد نيف أكرد الحالي مع نادي ويسام يونيتهد حتى يونيو 2027 قد خاض مع الفريق الإنجليزي موسمين بعد انتقاله من سادرين الفرنسي عام 2022 وخلال الموسم المنصرم شارك أكرد في 21 مباراة في الدورية الإنجليزية سجل هدفا واحدا كما خاض ست مباراة في الدوري الأوروبي وسجل هدفا أيضا ويعرف أكرد بقدراته الدفاقية القوية خاصة في الكرة الهوائية أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن اتفاقها مع نظيرتها الإسبانيا على تنظيم مباراة ودية بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الإسباني لفتصالة وذلك شهر غشتر قادمة وتندرج هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهاية كأس العالم بالفتصالة التي ستقامه في نادي أسباكستان من 14 شتنبر إلى 11 أكتوبر 2024 وأوضحت الناخب الوطني هشامد كيكا أن اختيار إسبانيا خصما وديا جاء لما تتمتع به من أسلوب لعب مشابه للمنتخب البرتغالي الذي سيواجه المنتخب المغربي في دور المجموعات لكأس العالم وتهدف هذه المباراة إلى تقييم جاهزية أسود القاعة وتجربة مختلف الخطط والتشكيلات قبل خوض غمار المونذيال لا شك أن هذه المواجهة القوية ستكون فرصة مميزة للعبين لإسقل مهاراتهم واكتساب المزيد من الخبرة والثقة استعدادا للمنافسة على لقب بطل العالم قررت إدارة نادرية الماضية الإسبانية تصعيد ثلاثة لاعبين من فريق تحت التسعة عشر سنة إلى الفريق الرديف كاستيا من بينهم المغربي يوسف إنريكي خديم الذي يربطه عقد مع النادي يمتد لغاية صيفي الفين وتمالية وعشرون يضم النادي الإسباني مجموعة مياه فرق في فئات الشباب حيث كان الخديم يمارس في صفوف فئات جوليا آ وهو فريق تحت التسعة عشر سنة علما أن الفئة التي تليها هي ريا الماضريدة ثم يأتي الفريق الرديف كاستيال ونظر للمستويات الجيدة التي قدمها المدافع المغمتخب المغربي رفقة فريقه تحت التسعة عشر سنة الموسم المنقدي فإن إطارة ريا الماضريدة قررت تسعيده بشكل مباشر إلى كاستيا حيث سيلعبه تحت قيادة المدرب راول غنوانزاليس المهاجم السابق للميرينغي تجدر الإشارة إلى أن الظاهر الإصار المغربي إنريكي البالغ من العمر 18 سنة يتواجد في أكاديمية ريا الماضريدة منذ صيف 2020 قادما من مركز تكوين خطع في انضم الفريق فنربخش التركي لكرة القدم إلى قائمة الأنذية التي ترغب في التعاقد مع المهاجمة المغربية يوبا الكعبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة الانتقال الحر بعد نهاية العقد الذي كان يجمعه بفريقه أونبياكوس اليوناني الذي تألق بقميسه بشكل لافت الموسم المنقدي وأشار موقع فوت ميركاتو الفرنسي إلى أن فنربخش دخل في مفاوضات متقدمة مع وكيل أعمال أيوبا الكعبي من أجل التعاقد مع المهاجم المغربي في ميركاتو الصيفية الحالي وأوضحت المصادر نفسها أن المدرب البرتغالي جوزي مورينيو الملتحق حديثا بنادي فنربخش التركية يلح على ضرورة حصم صفقة أيوبا الكعبي ويعتبره من بين أبرز الأسماء التي يسعى الاعتماد عليها في المشروع الجديد مع النادي بديام الموسم الكروي القديم أكدت ذات المصادر الإعلامية أن إضارتنا لفنربخش تأمل حصم ملف بشكل نهائي الأسبوع القادم ما يقرب هاجم المنتخب الوطني المغربي من العودة إلى تركيا التي عاش فيها من قبل مع هاتايسبورا الذي لعب 55 مباراة سجل خلالها 26 هدفا تألق أيوبا الكعبي بشكل لافت في الموسم الماضي حيث اختراف دليل لعب في الدولي المؤتمر الأوروبي وجاء ضمن التشكيلة الميتالية رفقة ثلاثة لعبين الآخرين من فريق من بيكوس بطل المصابقة ما يؤكد الأداء الكبير لممثل الإغريق هذا الموسم بات الكعبي هو لعب المغربي يسجل في نهائي المصابقة الأوروبية كما أنهى الموسم هدفا لدوري المؤتمر الأوروبي برصيد 11 هدفا ليدخل التاريخ المصابقة من باب الواسع دخل الكعبي التاريخ بعد أن أصبح رابع لاعب عربي وسجل هدفا في نهائي إحدى المصابقات القارية الأوروبية بعد الجزائريين رابح ماجر وسعيد بن رحمة والمصري محمد صلاح كما أصبح الكعبي أول لاعب يسجل ثلاثية هدريك في دور النصف النهائي لهذه المصابقة التي حسمه أولمبياكو الستة بإثنين بمجموعة مبارتين بتألقي أمام أسطنوفيلا أسطنوفيلا